في تطور رئيسي لأكبر مشروع بنية تحتية في دولة الإمارات شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زيد الانهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة الشركة الاتحاد للقطارات ربط إمارتي أبوظبي ودبي بالخط الرئيس لقطار الاتحاد حيث قام سموهما بتثبيت القطعة الأخيرة على سكة القطار إذانا ببدء مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي والاقتصادي بين الإمارتين وتمهيدا لربط بقية إمارات الدولة بشبكة وطنية متكاملة للسكاك الحديدية في دولة الإمارات يتي إنجاز الخط الرئيس بين إمارتي أبوظبي ودبي في إطار البرنامج الوطني للسكاك الحديدية والذي أطلقته دولة الإمارات مؤخرا وتحتمي ظلة مشاريع الخمسين حيث يعتبر البرنامج والذي تقدر قيمته الاستثمارية بخمسين مليار درهم أكبر منظومة من نوعها للنقل البرية على مستوى إمارات الدولة كافة والهدفة إلى رسم مسار قطار سكاك الحديدية للسنوات والعقد المقبلة حيث من المتوقع أن يوفر البرنامج فرصا اقتصادية تصل قيمتها إلى مئتي مليار درهم وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد براشد المكتوم أن البرنامج الوطني للسكاك الحديدية يعكس طموح الإمارات وتطلعاتها إلى دخول الخمسين عاما المقبلة بمشاريع تنموية ضخمة تعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي رائد في قطاعات التجارة والاقتصاد والخدمات اللوجستية من جانبي أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زيد الانهيان على أهمية إنجاز أعمال الخط الرئيس لشبكة السكاك الحديدية الذي يربط بين أبوظبي ودبي وصولا إلى الشارقة ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد في تحقيق أهداف المشروع الرامية إلى الربط المتكامل للمدن وصناعات بشبكة قطارات آمنة ومستدامة بما يرسخ مكانة الإمارات لتبقى في الصفوف الأولى على المستويين الإقليمي والعالمي ترجمة نانسي قنقر